كما أدنى وزير الخارجية سامح شكري الحديثة الإرهابية الذي استهدف القنصلية الإيطالية بالقاهرة وأكد في اتصال هاتفي لنظيره الإيطالي أن مصر لن تتوانى عن مواصلة تكثيف جهودها مع مختلف دول العالم من بينها إيطاليا لمحاربة الإرهاب والعمل على اكتفافه من جذوره ودحره وأشدد شكري على عزم مصر إفشال المخططات التي تستهدف الاستقرار في البلاد والقضاء على جميع التنظيمات الإرهابية كما أكد المهندس علي فضالي رئيس شركة المترو انتظام حركة قطارات خطوط المترو بما فيها الخط الأول وسير العمل بشكل طبيعي بجميع المحطات أقل فضالي أن محطة جمال عبد الناصر القريبة من موقع الانفجار مستمر العمل بها بشكل طبيعي وكذلك الأمر بالنسبة لمحطة السادات ترجمة نانسي قنقر